للشهر الثاني على التوالي توسعت أزمة الغاز المنزلي في تعز وسط تصعود حدة الاحتقان والغضب في أوساط المواطنين وأبدى مواطننا في تصريحة اليمن شباب استياءهم الشديد من تفاقم أزمة الغاز المنزلي وعجز السلطة المحلية عن وضع الحلول والمعالجات وطلب الجهة المعنية والسلطة المحلية بسرعة التحرك لوضع الحلول وتوفير مادة الغاز المنزلي والتي تكاد تقضي على ما تبقى من هامش العيش في المدينة نحن في محافظة تعز تلعد مادة الغاز المنزلي طبعا نسأل عن مدير المؤسسة وهناك تم كما في المجلسة السلطة المحلية تم وضع آلية للغاز لا نعرف أين هي ونطالب المؤسسة الغازية في ماريب أن تزيد حصة تعز من الغاز كون المحافظة مكتظة بالسكان حيث أن مشتقات الغاز لا تقل لمحافظة لمدة ثلاثة شهر ومعاناة حيث أن المواطنين يقوم من الساعة ربع فقرا لمطابرة لطابر الغاز يطلبوا الاستوان الغاز غيرهم يلقوا الحطب في محافظة تعز من جميع النواحي والقراء والعزل لذلك فهناك معاناة شديدة في مادة الغاز وذلك تسيب من المسؤولين والقائمين على شركة النفط ومشتقات الغاز مثل الغاز قوي جدا ما يحصلوها إلا أصحاب الفلوس أصحاب المطاعم ويعني بأغلى سعر ونحن الذي يعني المواطنين ما نحصل شيء بالشهرين حصل دباب شبعاء الفريال